الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية شخص شكله مخيف في المنام للإمام العلامة ابن سيرين طيب الله صراه ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا رؤية شخص شكله مخيف في المنام للعلامة ابن سيرين وابن شهين رحمهم الله رؤية الشخص شكله مخيف في المنام رؤية غير طيبة تشير إلى التعرض للخصائر والإصابة بمكروه رؤية الشكل المخيف أو الوجه الأسود أو العابس تشير إلى الحزن والهم وتعسير الأحوال رؤية الرجل لشخص يعرفه شكله مخيف تشير إلى أن هذا الشخص كاذب وتشير إلى أنه سيخسر مكانته ومنصبه رؤية الرجل لامرأة شكلها مخيف في المنام تشير إلى ما سيمر به الرأي من ضيق في الحال وقرب شديد رؤية العزباء شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى ما ستتعرض له من إخفاق وفشل في الفترة القادمة رؤية العزباء شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى ما سيصاحبها من عدم توفيق وسوء حظ في حياتها العملية والعاطفية رؤية العزباء أنها تتزوج من شخص شكله مخيف في المنام تشير إلى ما ستواجهه من صعوبات ومتاعب في أيامها القادمة رؤية العزباء شخصا شكله مخيف في المنام وعروبها منه تشير إلى أنها ستبتعد عن كل ما يتسبب في ضيقها أو إيزائها رؤية العزباء شخصا شكله مخيف في المنام وشتمه أو ضربه تشير إلى قدرتها على تحدى الصعاب ومواجهة المشاكل بقوة وصلابة رؤية المتزوج شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى سوء ومكر قد تتعرض له رؤية المتزوج شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى وجود بعض المشاكل التي تقدر حياتها رؤية المتزوج شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى ما ينبغي عليه من التحمل والتصرف بحكمة وتوازن في حياتها رؤية المتزوجة في المنام أن زوجها أصبح شكله مخيف تشير إلى تعرضها إلى أزمات مدية وتشير إلى سوء علاقتها مع زوجها رؤية الحامل شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى ما ستمر به من مشاكل ومتاعب خلال حملها وأثناء الولادة والعلم عند الله رؤية الحامل شخصا شكله مخيف في المنام قد تكون إشارة إلى الضغط النفس الكبير الذي تتعرض له وما تشعر به من قلق وخوف في الواقع رؤية المطلقة شخصا شكله مخيف في المنام تشير إلى الهموم والمشاكل التي تشهدها حياتها الفترة الحالية رؤية المطلقة أنها تهرب من شخص شكله مخيف تشير إلى أنها ستحاول تخطي مشاكلها والبعد عن كل ما يحزنها تفسير حلم حرق نصف الوجه أو كله للنبلسي وابن سرين الوجه هو مرآة الفرد وكل حوس الجسم تقريبا في الوجه فحسة اللمس والتزوق والكلام والسمع والبصر والشم في الوجه وهي كلها عناصر أساسية لمجمل الإنسان وتكوينه فأي ضرر يصيب الوجه لابد أنه سيؤثر على كيان الجسم ونشاطه وقدرته لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر